وكانوا قبل ذلك بقليل تآمروا وجاءوا إلى أبي طالب وعرضوا عليها أن يسلم لهم محمداً صلى الله عليه وسلم لأنه سبّ آلهتهم وعاب دينهم وسفّها أحلامهم فأبو طالب عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولون يعني أنه يترك سبّ دينهم ويترك كذا ويترك كذا عرض عليه ذلك فقال كلا والله يا عم والله لو وضعوا الشمس بيمين والقمر بشمال على أن أترك هذا الأمر لا أتركه حتى أهلك دونه كانوا عرضوا عليه الأموال وعرضوا عليه الزواج بأجمل بناتهم ويجمعوا له الأموال وأن يعالجوه إذا كان فيه مرض نفسي لأن عنده من هذا مرض نفسي الذي أصاب الرسول ما هو بوحي وإنما هو مرض النفسي وأن يعالجوه حتى يشفى عرض مغريات فأبو طالب خير النبي صلى الله عليه وسلم النبي صمم على الدعوة وقال مقالته المشهورة لو وضعوا الشمس بيمين والقمر بشمال على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله فعند ذلك أبو طالب قوى عزم الرسول وقال أمضي فيما أنت فيه ولن يصلوا إليك ولن يصلوا إليك